خيمة الحضن للمأكولات التقليدية هو مشروع جسده شباب من ولاية المسيلة قادموا إلى مدينة قسنطينة منذ سبع سنوات وهم يحملون فكرة التبادل الثقافي بين مختلف ماناتق الوطن جسدوا ما شدعهم كخيمة تختص في المأكولات التقليدية الخاصة بولاية المسيلة نحن شباب من ولاية المسيلة جنا هنا قسنطينة بفكرة إنشاء مطعم تقليدي للأكولات التقليدية واليوم الحمد لله يا ربي تعرفنا دلنا اسم خيمة الحضن هنا في قسنطينة لنشر مأكولات تقليدية تانية المسيلة ثقينا صعوبات في الدماراج تانية كما نقولون اليوم الحمد لله يا ربي تعرفنا اليوم رأنا في خيمة الحضنة عن شف شخشوخ ديما يسال فينا ما شاء الله حبينا نكل اليوم زفيطي مأكولة تقليدية نحن نعرفها تعم سيلة مشروع لقيت ترحيبا واسعا من قبل المواطنين من داخل وخارج الولاية إذ أصبحت هذه الخيمة ملاذا للعائلة كونها تتميز بديكور ومأكولة لها طبيع خاص هذا ويسعى الشاب علي ورفقه إلى تطوير هذا المشروع حفاظا على المورث التقليدية ومحاولة لنشره حتى إلى خارج الوطن هذا كان يرآكي محاولا كان أخرى من حتى إلى خارج الوطن لقد أدركنانا لنا وينتجار الوطن هذه الخامج الوطن في المنطقة من المنطقة الأخرى التقليد من حين هتنظر اذكر شوي بالتراث القديم تاعنا انا من ام البواقي ونلاحظ هنا الزربية يلاقي ذلك يا رمز من رموز منطقة الشاوية حبينا نوسع النشاط تاعنا باش نعرفه بالثقافة تاعنا تاعنا سمسينا ونتعرفه على ثقافات واحدة اخرى مثلا انا الشخشوخة تاع قسمتنا ما يعرفه واش تاع قسمتنا ما يعرفه واش تاع قسمتنا حبينا نوسع المشروع تاعنا ان شاء الله في كم التراب الوطني باسم خيمة الحظناء هم مثال للشباب الطموح استطاعوا ان يفردوا انفسهم ليكونوا صفراء للمأكلات التقريدية الخاصة بعاصمة الحظناء في مناطق الشرق الجزائري